موسيقى موسيقى الثامن والعشرون من ايلول سبتمبر من العام الفين كان يوما فارقا في كفاح الفلسطينيين ضد الاحتلال يومها كانت شرارة الانتفاض في المسجد الاقصى اثر اقتحامه من قبل رئيس حكومة الاحتلال انذاك ارائيل شارون ايام محدودة وتسير الانتفاض في الاراضي الفلسطينية كالنار في الهشيم نار لم يحسن ترجمتها بحسب البعض في صقف سياسي يجبر الاحتلال الاسرائيلي على تغيير نهجه مع الفلسطينيين للأسف الانتفاضة التي دفع الشعب الفلسطيني فيها ثمن غاليا من اجل الحرية والاستقلال جرى استثمار نتائجها بطريقة مغايرة تحت وهم ان المفاوضات واستمرارها يمكن ان يقود إلى تحقيق هذه الاهداف لكن في واقع الامر المفاوضات قطعت طريقة الانتفاضة وعلى اهدافها وحولت كل الاتفاقات مع دول الاسرائيلي إلى اتفاقات امنية في الجوهر تحول دون استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني للأحتلال الاسرائيلي بالمعنى المباشر 13 عاما مرت على انتفاضة الاقصى التي كانت عبارة عن هبة جمهرية غلبت عليها الفعليات السلمية لتتحول سريعا من مسيرات وحجارة إلى رصاص وتفجيرات وأخيرا صواريخ واقعا اعترض عليه البعض خصوصا في السلطة الفلسطينية التي كانت تميل إلى التركيز على الفعاليات السلمية البعض الآخر كان يرى أن التحول إلى الكفاح المسلح لابد منه للرد على غطرسة الاحتلال التسليح أكد بأن شعبنا عنده الإرادة وعنده القوة وعنده الإمكانيات وأن حركات المقاومة في حال التطور النوعي في استخدام القوة ضد العدو الصيوني لذا لاحظنا كيف أن العدو الصيوني أصيب بالألم وبالواجع وبصدمة قوية عندما واجهته المقاومة بالعمليات البطولية التي ردعت إجرامه ضد شعبنا المشهد اليوم في المسجد الأقصى ومدينة القدس لا يختلف عن ما كان عليه قبل 13 عاما فهل يعني تشابه الأسباب تشابه النتائج وحدوث انتفاضة جديدة أما أن المعطيات تبدو مختلفة لا أعتقد أن هناك مجل الحديث عن انتفاضة ثالثة في ضوء المتغيرات على الصعيد الفلسطيني الداخلي أو على الصعيد التسوية السياسية أو على صعيد ما تم من نتائج للربيع العربي وبالإضافة إلى ذلك أن هناك ما يسمى بانتفاضة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية منطقة الاحتكاك مع الشعب الفلسطيني مما يجعل أي انتفاضة قدمة يجب أن تأخذ بالاعتبار هذا الإخلال في التوازن لمصالح الطرف الآخر في مثل هذه الأيام قبل 13 عاما كانت الأراضي الفلسطينية تموج بالمواجهات بين الفلسطينيين وبين الاحتلال الإسرائيلي مشهد تتباين الأراء حول إمكانية تكراره من عدمه في ظل اختلاف التوجهات الفلسطينية بين من يدعو الانتفاضة جديدة وبين من يتمسك بمصار التسوية تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر